كريم النهاردة فيه لعيبة في استاد الكاهرة مع السنغال مش عارفين يبقصه مش عارفين يبقصه يعني الولد الولد أنا طالع بالكرة ماشي بتقدم بالكرة بعد نروح جاي باصي رح مديها للعيب السنغال وبعيد عن زميلي 3 متر و 4 متر لعيب بتتعكس له الكرة بيجي وقفها تطول منه الولد بتاع السنغال جاي يضغط عليه لأ الكرة جاي له أساس رح واخدها وماشي وبدأ هجمة حاجات طبعا دي أساسيات طبعا دي أساسيات دي مش أخطاف دي أساسيات كرة مهارة التمريد مهارة استلام الكرة ده مهارة مهارة دي هل انت اشتغلت عليها وقسستها ولا انت فأنا شايف طول ما احنا شغالين نمسك كابتن محمود جابر وننقض محمود جابر ولا ننقض محمد وابا ولا اي مدربين دول الزمائل لينا مدربين محترمين لكن انا واقف انا شايف واقف هو ما فيش حاجة نهاردة السنغال جابت فينا أهداف متنوعة عندك اختراق عندك كرة عكسية محطوطة تخطيئة وحشة جدا من الباكليفت بتاعنا والسردبات راح رافحها كروس داخل الولد راح حاطتها بدماغه عكسية في المرمة عندك ضربات سابتة كورنر مش مترائب صح حتى الفلو على الحراسة يعني اربع تجوان وكانوا ممكن كمان السنغال كان ممكن فيه كرتين ثلاثة كمان ضيعوهم فكانت ضيف ضيحة تلعب منتخب تلعب بطولة أمم على ملعبك في وسط جمهورك في وسط بلدك مفيش جون نجيبه جون جون واحد نجيبه في ثلاث مباريات موزنبيك اتعدلت معا سفر موزنبيك موزنبيك سفر سفر خسرت من ناجيري واحد سفر خسرت من السنغال ربعه سفر ده يبقى ما ينفعش نلخص الموضوع كله في الكابتن محمود جابر لا طبعاً ده انت لو انت قضيتك محمد يوسف ولا محمود جابر ولا اسم الأسامي يعني اي اسم يبقى انت سطحي جداً يبقى انت ما بتعالكش موسيقى